روي فيتوريا بعد المباراة قال إن احنا قدمنا أداء جيد جدا وكنا أقوياء بكامل عددنا وحتى بعد الطرد أكملنا بنفس المستوى وكأننا لم نتعرض لأي نقص دحيش وقال أنا سعيد بأداء المنتخب وجهد اللاعبين وقال مش هتكلم كتير عن النتيجة لأن أداء اللاعبين كان رائع للغاية بصرف النظر عن النتيجة صح برافو وقال كمان مستوى اللاعبين كان مثالي وكذلك تطبيقهم للخطة الموضوع عليهم في المباراة وقال إن الشعب المصري يجب أن يفخر بفريقه ولعبيه وقال ليس من السهل أن يتعرض فريق للنقص العددي ثم يخلق الفرص بالطريقة اللي خلقناها اليوم وقال إن الفرص تتوقف على حماس اللاعبين واتموحهم وطريقة التحركات بتاعتهم في المباراة وقال إن خلق الكتير من الفرص بيساعدني لأنه بيساعدني لأنه بيعني قدرة اللاعبين على ترجمة التحركات اللي أنا بشتغل معاهم عليها كلام محترم وأنا قلت لكم الكلام ده أكتر من مرة جهاز فني محترم محترم أنا متأكد والعلم عند الغيب طبعا أنا ما عرفش إيه اللي هيحصل بكرة ربنا اللي يعلم طبعا بس روي فيتوريا مريح مدرب كويس بيشتغل كويس والله المباراة النهاردة صعبة فنيا وتكتكيا حتى وإحنا 11 اللاعب ما بالك وإحنا 10 اللاعبين وما كدبش عليكو هقولوكو حاجة بصراحة أنا كنت مراهن إن روي فيتوريا كده كده هيتراجع الشكل الهجومي والأداء الهجومي الرائع والكلام ده كله عملنا في المباراة الماضية كانت مباراة عز وقلت إن المباراة الصعبة زي مباراة الجزائر هيتطر يا تقهكر ويلعب مباراة دفاعية النهاردة بهرني لا إحنا مندفع كويس وبنهاجم كويس والكرة سهلة وبسيطة فربنا يكرمنا إن شاء الله مع روي فيتوريا وجهاز المعاون ربنا يكرم منتخبنا إن شاء الله عندنا قوام جاي اللي منتخب مصر وقتلك في أكثر من لعب غايب كمان بسبب إصابة أو ظروف مختلفة ولكن إن شاء الله اللي جاي في كاس الأمم وفي تصفات كاس العالم إن شاء الله نفرح مع المنتخب ده بإذن الله